القنموات المجد للأطفال أمان لطفلك و راحالي بالي المصممين أو المصورين عاديين مثلا في اللايتون يضع ألف صورة هو يصلا عنده نظام ذكاء صناعي يطلع لك الصور اللي ما تكون مثلا الآن صورت صورتنا في صورتين وربعض فهو يختر الأفضل تلقائيا نظام ذكاء صناعي أما برنامج الفتوشوب اللي طلعنا شعاره الآن ميزة أنه فيه تصميم وفيه تعديل لكن التعديل يكون ممكن أنا شوف أنه أكثر التعديل يكون في الفتوشوب في اللايت روم قصتي لكن الفتوشوب ميزة في المستقبل إذا اخترته أنا لماذا اخترت الفتوشوب نريدك تتجهي لنظام تصميم الجرافيكي في إضافة نصوص إضافة أشكال هذه موجودة في اللايت روم أيضا إذا تعرفت على الفتوشوب نريدك تعرف على سليتر بريمير أفترف فكت وأكثر برامج أدوبي كرياتيف كلاود كلها تتشابه في الأدوات والأغراض طبعا جبنا لكم صورة اليوم ورح نقول لكم كيف عدلناها يطلعوا الصورة شوفوا الصورة الصورة هذه جبناها وعدلناها في صورة صورة ممتازة جدا أحمد جمال أولي مصلحة أنا عدلتها جميل جدا وش ملاحظاتك شوف هذه الصورة جبناها طبعا لو تشوف هناك كده في بثور هنا في حبوب كلها شلناها أول شيء استخدمنا أداء اسمها سبيت هيل برش هذه متخصصة أنك تشيل العيوب من الصورة فاستخدمناها وشلنا أغلب العيوب بشكل سريع بس المقطع ما توفر شلنا أكثر العيوب في المكان بعدها استخدمنا أداء اسمها الدوج داد الدوج هذه استخدمناها لتفتيح الأماكن على الإضاءة طبعا ما فتحت كل الوجه أفتح الأماكن عليها إضاءة مثل هنا وهنا هذه مثلا عليها إضاءة زيادة ففتحها زيادة بعدها استخدمنا أداء أداءة برين متخصصة في حرق اللون يصبح غامج برين نتوقع من إجليزي فحرقنا هذا منطقة الإضاءة والشعر زدنا سواد يعني أنت حرقته بحريق عبدالله هاتي يبكمل حريق يبقى تساعد تعلم النواة حقا أصلا لا أنا كنت أقول شيئا ذاني بسكيلتي يلا استخدمنا الصورة بعدها استخدمنا فلتر جدا رهيب في الفوتوشوب اسمها ليكيو فاي أوه تعرفها؟ أي لكو فاي ليكيو لا أعرف أنا اسمه لا احتم بأ ليكو فاي ليكو فاي هذا فلتر جدا رهيب يجيب لي الوجه أقدر أعدل بتسامة الشخص أعدل بتسامة أزيدها الوجه أعرضه أخفضه الجبهة بدين أزودها الأنف أخففه مشكلة لو توفر المقطع كان مريناكم هو ففلتر جدا 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 أنا مبكرة جدا رهيب يعني طرحت أول ما شفتها قلت واو واو ما شاء الله يعني واو والله جدا رهيب فهذا الفتر زدنا ابتسامة الشخص زدنا شوية الوجه بعدين ابتسامة؟ ايه ابتسامة أي ابتسامة نشوفها نشوفها بعد شوي كيف زدنا الابتسامة بعدين خلصنا من هذه عندنا المرحاتين الأولى والثانية اللي هي استخدمنا أثبت لينشيل العيوب لو شغل حطوا الصورة اللي بعدها وليكم بعد بعد أيوة شوفوا هذه شوف هذه هذه قبل هذه بعد زدنا الابتسامة شوفت الابتسامة زدناها العيوب بعدين رجعني مرة ثانية شن العيوب وزدنا الأماكن بعد ابتسامة وكيفية أشياء ظهرت لنا بعدين ايش حطيت للصورة؟ حطيت فلتر حطيت فلتر للصورة وقابلنا حطي الفلتر مقصوصة من النصف ايه حطيتها شنين قبل وبعد اه اوكي رحنا عند الامج عدسمنت حطينا زدنا إضاءتها صراحة تفتشوب جدا ممتاز هذه الناحية يعني اعتقد محمد لي خضرها والله مرة واقعية صورة اينا فجدنا عدلنا ألوانها شوية غمقناها غمقنا الخلفية اللي ورا التر كانت شوية فاتحة لو نشوف هنا كانت فاتحة لو شوفوا قبل وبعد شوفوا اللي على اليسار هي القبل وبعدين زدنا شوية فتحنا الصورة زيادة يا نصف واضح حلو بره واضح جدا أنا عجبتني النتيجة الصراحة أكثر من الصورة نفتع تشوفها تشوفها الحين بعدين استخدمنا اللي هي حطينا فوتو فلتر للصورة طبعا شوفوا المقطع المقطع فنشوف المقطع مقطع نقدر نشغله نقدر نشغله شوفوا هذه وأنا بعد ما خلصت من الفلتر استخدمنا التعديل الألوان شوفوا شلنا العيوب العيوب شلناها بشكل سريع لأن أنا مرت على سابقا شوفوا العيوب هنا بشكل سريع شلناها البثور والحبوب كلها شلناها بالفوتوشوب شوفوا الخشم كيف ايه بضضح بضضح ما شاء الله على خشمه هنا زدنا غماقة شوف خلناها شوي غام هنا في شعب فشلنا الشعب شوية نخليه شبابي يعني هنا شوفوا هنا زدنا غمق اللحية حتى تصير كثيفة وتصير بشكل أفضل زي ما نشوف مرنا على بشكل سريع طبعا أنا للمرة سابقا قبل الفلتر فالآن رجعت مرة ثانية وحطيت هذه الأداة وشلت العيوب شوفت العيوب بالباقية أيضا نقر قدم المقطع ونقدم يكون أفضل دقيقة هناك سؤال حلو هنا إذا بيصور في لام ما عدا أحتاج شغل على الوجه هل نسخة هل نسخة هل نسخة تختلف عن نسخة اللابسوب تختلف فيها بس ما عرف اختلفات كثيرة لكن فيها اختلاف طبعا دعونا نرى النتيجة النهائية للصورة على التعديل والابتسامة وإضافة الفلاتر جميل ستطلع بعد قليل سنرى كيف زدنا ابتسامة الشخص دعوناه وثيم بزيادة شوفوا كيف لوف تحسوا بفرقه أو لا تحسوا تورني هذا توعمي أقول توعمي شوفوا كيف زدنا ايوه شوفوا كيف زدنا اتسامة الشخص سر أول كانت شوية صفرة خليناها غامقة هذه بعض لقبل كيف شوف كيف قبل شوف كيف الكنزة الآن كان وجهة صفر قبل رطيئة كده بفمه فهذا التعديل طبعا فيه اشياء كثيرة أنا طبعا موجودة متخصص في التعديل لكن لو تبحث ترى تتعلم أنا يعني التعديل تعلمت الحالي فتحت يلا اشهذه اشهذه تلمت عليها نفسي تلعب في البرنامج لين تلقي شيء تعديل تعديل الابتسامة الوحدة هذا شيء خورا هذا جدا خطيئ ممكن أطرح عليك سؤال جدا جدا عميق طيب ممكن مادي لو كفل وقت عندك ما في مشكلة طيب الآن هل ترى أنه هذا شيء مفيد أنه تغير شكل الشخص يميز الشخص توخر عيوبه مر واجهة نظرك بهذا الشيء تسمحني يا جاوب أنا صحيحة أنستمتع بهذا الشيء حس فيه متعة أنا أستمتع لما عددت في سامت قلت واو يعني متعة متعة بالنسبة لي فضل فهمت في ناس لم يشوفون محمد كفاري على الحقيقة يجيهم فهمت عمف الآن فلازم تعديل على وجه لازم تعديل وتخليه أشن شوي هذا كان موضوع إن شاء الله سفدتم وأفدتكم إن شاء الله ما كان طويل ولا كان قصير شكرا شكرا لك حبيبنا والمشرات الجانبية علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع